عزي فوت لأم العوبة حلوة موت بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم النهاردة مش كلامي ولكن حكمة الأمس واليوم وغدا شوفوا الرحاني قال إيه إسمع نعم إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي إيه الغزالة الرائقة دي لأ أنا عايز أقول لك حاجة مبدئيا المشهد ده عمال بيستحضرني أنا أصلي أستمد كثير من الفلسفة والحكمة من الأفلام الأديلة خاصة الكوميدي منها على لسان بقى تتشف كل شوية الرحاني قال إيه الأسري قال إيه سفرستي قال إيه مش عارف مين قال إيه تجد حكم الرحاني ده الواحده ما فيش فيلم ما يخبطكش جملة تنفع فلسفة لحاجات كتير جدا صحيح المشهد اللي بيحصل دلوقتي علاجه هو اللي قال الرجل ده إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي هنأجل شرح الشرم برم والترللي والمهندس عدد يوصو ديه ولكن أهلا بيك أعزائي المشاهدين في الحلقة 778 من ملك وكتابة وهذه أبرز العنوين مقالي ومقاله الحل في لم الشمل الغربال الحق والإساءة بعض متلسانه اعترافات من هنا وهناك والشمال الحمراء عن علي بيك أبو الفتوح وفي أسرار الملك النفاثة وأخيرا مجلتنا من 40 سنة ده المحتوى بتاع حلقة النهاردة لكن نجيب الريحاني قصد المهندس عدد يفرض علينا أن تكون ضربة البداية السريعة مع مقالي ومقاله الحل في لم الشمل شرم برم وترقل لي إيه؟ شوف أساس إبراهيم ما من شك أن أنت وإنت كويس تحتمل الخلاف الرأي تحتمل النقد تحتمل أن كل واحد يقول الثاني الحلة الجدلية بتكسب وتحقق أهدافك ولكن فيه ناس شايفة كان ممكن تعملها كده فيه أحسن من كده كل ده لأنه مش هيؤدي إلى اختراق الصفوف أو هدم من الداخل وإحنا من كذا حالة قلنا حسن طرواضة اللي اختبأت جواه كل الشرور في مظهر براق صحيح ومعرفوش يخترقوا الحسن إلا لما دخلوا الحسن اللي نزل منه الأعداء نفس المحتوى المضمون فعلا فعلا كريه النادي الأهلي لم ينجحوا في أي لحظة في الشوشرة عليه والإقلال منه من إنجازاته والانقضاد على تاريخه إلا لما بدأت عملية الاختراق من الداخل كثير مما يبدو أنهم يساندون الأهلي تكتشف أنهم لجان يعني مغلفة وللأسف الشديد وهو ده اللي خلاني فكرة المشهد ده لخص إيه إن الراجل جاره ده ما بتمنعوش الخير فضل يزن 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 لما استطعني وأثير عن أقرب ناس إلى الأستاذ سلامة وبدأ أشوكه فيه لحد مظاهرة الحقيقة فجاي بقى بعد مظاهرة الحقيقة والدنيا بش بش بيتمحك فيه قاله لا يعني هو أنا لا المشهد ده معناه إيه مشهد بيقول يا أستاذ إبراهيم طب ويقول ليه ما أنت هاديه صلب قضيته ما ننقشه مع بعض هي دي يا جماعة هو ده بيت شعر عربي قديم إن لم تكن لي والزمان شرم برم شرم برم يعني الحالة بؤس فإذا ما كنتش معايا وقت غدر الزمان فلا خير فيك والحياة والزمان وترلالي اللي هي فترة الرخاء واليسر يعني ما فتكرتنيش في وقت الزن أبلاش منك في وقت السعادة ما تلزمنيش مش ما فتكرتنيش يا ريتك ما فتكرتنيش ما كنتش معايا بغطت علي بغطت علي حاولت حاولت يتأزيني وقعت بيني وبين أحبائي اللي فيه جزء منه متأثر بموقفك